أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم عن شكرها للقوات المسلحة على نشر الوعي الفكري والثقافي والعسكري ما بين شباب مصر الدارسين بالخارج أكدت أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصري بالخارج اتجاه قواتهم المسلحة وإطلاعهم على دور البطولي الذي تقوم به جاء ذلك خلال تنظيم القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لمقر قيادة قوات الصعقة المصرية بحضور وزيرة الهجرة ذلك في إطار تعريف الشباب المصري بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم كما أعرب الشباب عن فخرهم واعتزازهم بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها